بسم الله الرحمن الرحيم فتح المعين في تقريب منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين باب الأيمان والنذور اليمين تأكيد الشيء بذكر معظم الله أو اسم من أسمائه أو صفة من صفاته بصيغة مخصوصة صيغتها بأحد حروف القسم الواو والباء والتاء والهاء الممدودة والهمزة الممدودة قاعدة يرجع في اليمين إلى النية ثم السبب الباعث عليها ثم التعي ثم اللفظ لا تنعقد اليمين إلا بالله أو اسم من أسمائه أو صفة من صفاته أقسام اليمين أولاً الحلف بالله على ماض أو على مستقبل ثانياً والحلف بغير الله شرك لا تنعقد به اليمين ولا بد أن تكون اليمين الموجبة للكفارة على أمر مستقبل وتكون بالله وتكون بنية فإن كانت على ماضٍ فإنه مختاراً ذاكراً بأن فعل ما حلف على تركه أو ترك ما حلف على فعله وجبت عليه الكفارة أولاً على التخيير وهي عتق رقبة أو إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم أي العشرة ثانياً ثم على الترتيب فإن لم يجد صام ثلاثة أيام متتابعة وعن عبد الرحمن بن سمرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا حلفت على يمين فرأيت غيرها خيراً منها فكفر عن يمينك وأتي الذي هو خير متفق عليه وفي الحديث من حلف على يمين فقال إن شاء الله فلا حنث عليه رواه الخمسة الإطعام والمطعم له ثلاث حالات أولاً ما قدر فيه المدفوع دون المدفوع إليه كزكاة الفطر ثانياً ما قدر في المدفوع والمدفوع إليه كفدية الأذى ثالثاً ما قدر فيه المدفوع إليه دون المدفوع ككفارة اليمين ويرجع في الأيمان في غير الدعاوى إلى نية الحالف ثم إلى السبب الذي هيج اليمين ثم إلى اللفظ الدال على النية والإرادة إلا في الدعاوى ففي الحديث اليمين على نية المستحلف رواه مسلم النذور النذر لغة العهد والإلزام وشرعاً إلزام المكلف نفسه شيئاً غير واجب أقسام النذر أولاً لغير الله وهو شرك أكبر كالحلف بغير الله في اللفظ فقط فلا ينعقد النذر أي لا وفاء فيه ولا كفارة عليه وفيه التوبة إلى الله ثانياً نذر لله تعالى وهذا ينعقد وهو قسمان ألف نذر عام وهذا يدخل فيه كل مسلم يوفون بالنذر لأن المسلم نذر لله أن يفعل كل الأوامر ويترك كل المناهي با نذر خاص كأن ينذر شيئاً بعينه وحكمه قبل التلفظ به محرم لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عنه ولأنه لو كان خيراً لنذر النبي صلى الله عليه وسلم فلما تركه ونهى عنه دل على عدم جوازه أما بعد التلفظ به فيه الوفاء أو كفارة اليمين وحكمه يختلف بحسب نوعه أولاً نذر الطاعة يجب الوفاء به وإن حنث فعليه كفارة مثاله من نذر صلاة نافلة في غير وقت النهي ثانياً نذر المعصية وهذا يحرم الوفاء به ويجب الحنث والكفارة مثاله من نذر فعلاً محرماً كالغيبة ثالثاً نذر المباح يخير بين فعله وهو أولى والحنث مع الكفارة مثاله من نذر لبس ثوب معين مباح رابعاً نذر اللجاج والغضب كالمباح حكماً ويقصد به معنى اليمين مثل من نذر مغادرة البلد خامساً نذر المكروه يكره الوفاء به ويستحب الحنث والكفارة مثاله من نذر الالتفات في الصلاة سادساً النذر المطلق الذي لم يسمي صاحبه شيئاً وفيه الكفارة مثاله من قال لله عليّ نذر وسكت وعقد النذر مكروه أو محرم وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن النذر وقال إنه لا يأتي بخير وإنما يستخرج به من البخيل متفق عليه فإذا عقده على بر وجب عليه الوفاء لقوله صلى الله عليه وسلم من نذر أن يطيع الله فليطعه ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه متفق عليه وإن كان النذر مباحاً أو جارياً مجرى اليمين كنذر اللجاج والغضب أو كان نذر معصية لم يجب الوفاء به وفيه كفارة يمين إذا لم يوفي به ويحرم الوفاء به في المعصية الفرق بين نذر الطاعة ونذر المعصية والنذر لغير الله أولاً نذر الطاعة لله ينعقد أي فيه الوفاء أو الكفارة ويجب الوفاء به ثانياً نذر المعصية لله ينعقد أي فيه الوفاء أو الكفارة ويحرم الوفاء به ثالثاً النذر لغير الله لا ينعقد فلا وفاء فيه ولا كفارة وفيه التوبة وهو شرك أكبر مراتب حفظ اليمين أولاً حفظها ابتداءاً بعدم كثرة الحلف ثانياً حفظها وسطاً بعدم الحنث فيها إلا ما استثني ثالثاً حفظها انتهاءاً بإخراج الكفارة بعد الحنث رابعاً بألا يحلف بغير الله بعض ما جاء في النهي عن الكذب قال تعالى ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولاً وقال تعالى ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد وقال صلى الله عليه وسلم إن الصدق يهدي إلى البر وإن البر يهدي إلى الجنة وإن الرجل ليصدق حتى يكتب عند الله صديقاً وإن الكذب يهدي إلى الفجور وإن الفجور يهدي إلى النار وإن الرجل ليكذب حتى يكتب عند الله كذاباً متفق عليه فتح المعين في تقريب منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين